طيب من بروكسل ونشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي نروح لنشاط الوزرات والمؤسسات في مصر هيكون أول الأخبار معنا أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شاهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء ستة واللي بتنفذ الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية وهيستمر لعدة أيام وده في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وكان ده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء ستة والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تضمنت المرحلتين إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقاً للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطريقة وأشهد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في ناسيج متكامل مما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مؤكداً أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها في كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر